نظم الصباح اليوم وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ورشة تدريبية لتأهيل المدربين من مختلف الوزارات بالبلاد بالتعاون مع الوفد المغربي جرت المناسبة بالجامعة الافتراضية بحضور المدير العام للوكالة وممثل الوفد المغربي سعيد أحمد حسن إنها ورشة تهدف لتأهيل المتدربين وثقل مواهبهم وذلك من أجل العمل في إصلاح النظم الإدارية خصوصا في مشاريع البنى التحتية وكذا الجوانب الفنية المتعلقة بالتكنولوجيا والتقنية الحديثة للتسهيل على الجهات المختصة البروفيسور بوشعيب بونابات باسم خبراء المغارب المتعاونين في هذه الورشة طلب من المشاركين التفاعل أثناء العمل على التدريب وأن السؤال عن كل كبيرة وصغيرة من مصلحة المشاركين باعتبارهم مسؤولين عن إتقان ما سيتلقونه من توجيهات وتعليمات لإيصالها بالشكل المطلوب أما المدير العام لوكالة تطوير التكنولوجيا المعلومات والاتصال آدم عبد الرحمن أنه أكد في كلمته على ضرورة استغلال هذه الفرصة وتسخير المعلومات المتحصر عليها في خدمة البلاد عن طريق تطبيقها بمختلف الوزارات مما سيسهل على العاملين التعامل مع التكنولوجيا الحديثة معلنا بذلك افتتاح أعمال الورشة علما بأن الورشة ستستمر طيلة 48 ساعة